اشتركوا في القناة 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 لان حتى الساعة الاسئلة اللي طرحها الى اسبانيا او للخارج الاسبانيا الوزيرة الخارجية الاسبانية خرجت الجواب ديالها كان جواب ديبلوماسي ماشي جواب مقنع وجواب كافي وشافي كيشرح وكيوضح الامور لا جوابته قالت بان اسبانيا يعني العلاقة ديالها مع المغرب علاقة طيبة وعلاقة متميزة والمغرب شريك استراتيجي قوي جدا ووووو كلام يعني جميل ولكن المغرب كان كي تسنى يعني جواب رسمي على هاد الموقف اللي طحت فيه اسبانيا بسبب هاد السيد اللي هو ابراهيم غالي اللي هو مذكرة بحث من الفين وتسلاش لحد الساعة الموضوع الاخوان في العلاقة المغربية الاسبانية يعني هاد شي هاد خلى بزاف دي الحواج توقع بين المغرب اسبانيا خلى منها يعني المغرب يعني بغاي خنق سبتها المغرب بغاي خلي يعني علق لها الرحلات يعني الجوية ولا البحرية مع اسبانيا المغرب بغاي يمارس دغوطات بجميع الاشكال ديلها بالنسبة يعني الاسبانيا باش يعني تردخ وتكون سجابة منها المطالب ديل المغرب سينو يعني العلاقة يعني في خبر كان اكبر إجتماعي. يعني كان غادي التعقد مع المغرب مع إسبانيا اللي هو رفع المستوى واللي كان غادي مخاصص اللي خرجوا فيه بتوصيات مهمة ومهمة جدا. الحادثة على المغرب ما زال كي أجل وخاء إسبانيا تحاول يعني بكل طرق أن هذا الاجتماع رفع المستوى يتم وتفعل أرض واقع لأن المغرب كيدير التزامات مع دول أخرى وكيدير تعاقدات مع دول أخرى وكيدير يعني صافقات مع دول أخرى اللي إسبانيا غاية تأخذ النصيب دياله وحقها من الصافقات المهمة اللي كي مرت المغرب. وآخر الصافقات اللي تكلمنا عليها اللي دار مع إسرائيل واللي دار مع فرنسا. طبعا الحل من أهم الصافقات في المجال السياحي والمزال الجوي. ما بين إسرائيل وفرنسا ومزال صافقات أخرجية مع دول أخرى. طبعا إسبانيا يعني هي اللي قد تقلب وقد تمحت أن هذا اللي قار في المستوى اللي غا يخرجه بتوصيات وقرارات وزادي الحويج أنه يدار اليوم قبل غدا والمغرب يعني بطريقة دياله الخاصة يضغط ويؤجل ويخلي إسبانيا يعني تزيد الطمح أكثر منك. فالمسألة على وعسى دكش المواقف اللي اتخذتها. على وعسى تبدلها وخاصة فيما يتعلق بملف ديال الصحراء. إبراهيم غالي رهنا التحقيق هو والرفاقة دياله المجرمين اللي ارتكبوا جرائم في الإحاق الإنسانية واللي غاسهم يتحسبوا عليها بطريقة قانونية وبطريقة يعني حسب المحكمة الدولية خاصة يتحكموا بطريقة اللي يستهلوا. وهذا الناس هذا يعني خاصة يتخذوا العقاب ديالهم الكبير وهنا إن شاء الله يعني غادي نتابعوا المصار دياله لتتحقيق هذا وغانتابعوا الجديد فهذا التحقيق هذا وغانتابعوا كل صغيرة وكبيرة فهذا التحقيق هذا اللي غانتقسمه معكم دائما واللي إن شاء الله كانت منه خير وانتمنه هاتسيدة دياله خرج جزاء دياله والمواقف الإسبانية يعني هتتحاول أنها تبدل تجاه المغرب وتعطي تبريلات مقنعة وشافية وكافية وترجع العلاقات المغربة الإسبانية في الطريق أحسن بحل الأول أو أفضل من الأول إلى تسد هذه الميلاف اللي канале تمنوها كمي أنه يتسد في صالح المغرب طبيعة الحال وفي صالح الصحراء المغربية يعني مستجدات مهمة ومهمة هتكون في الأيام القليلة القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة غتكون مستجدات مهمة في هذه العلاقة المغربة إسبانية اللي شعرت لكم لأنه في واحد الوضعية الحال واحد وضعية حارجة جدا واللي قد تسنو ان شاء الله أن هذه الأيامات أو لهذه الشهرة اللي جايين يعتون الاتماع ديال المجهودات ديال الخارجية المغربية والمخابرات المغربية وجميع يعني التدفر ديال الجهود ديال كل شي باش أن الملف ديال الصحراء يتحسم صالح المغرب ان شاء الله ولما لا عما قريب يعني في أقرب الأجال هاتشي اللي بريت نتقص معكم والأخوة في هذا الفيديو كنتمنى أنكم تستفدتوا وما تنساوش ديالنا لايك واسبرتاج والأوسع نطاق لأن الموضوع مهم ومهم بزاف وغدي يستفد منه بزاف ديالناس لأن كل شيء تسنهر هذا الخبر هذا يتحط الأرض الواقع ويشوفوه الناس ويسمعوه لأنه غادي يشكل تحفيز بالنسبة للناس واحد الأمل بالنسبة المغرب ان شاء الله فهذا الببادة ما بقى لي ما نضيف هذا الفيديو شكرا لكل محبين قناة كريم كسرين ما كنتم في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته